لم تكى الدماء شهداء انتفاضة تشرين الأول تجف حتى عادت القتل السياسية إلى ممارسة المحاصصة الحزبية التي خرج المتظاهرون رفضاً لها ما ينذر بعودة قوية للتظاهرات المطالبة بسقوط النظام السياسي الحاكم في العراق رئيس الوزراء عادل عبد المهدي في محاولة منه لاحتواء الغضب الشعبي أقدم على تعديل وزاري محدود شمل ثلاثة وزراء أحدهم وزير الصحة بعد استقالة سلفه قبل أسابيع بينما عهنت وزيرة لمنصب وزارة التربية الشاغر منذ سنة في حين رفضت القتل البرلمانية تمرير مرشح ثالث لمقعد وزاري بسبب خلافات تتعلق بعدم الاتفاق بين القتل على الانتماء السياسي للمرشح الوزاري وبسبب مطالبة بعض القتل بأن يكون المرشح منتميا إليها اللافت أن محاولة عبد المهدي لامتصاص غضب العراقيين أتت بنتائج عكسية وزادت من غضب الناس الذين اتهموا الطبقة السياسية بالفساد وعدم القابلية للإصلاح وبالتالي تجدد الحديث عن ضرورة إسقاط الحكومة والبرلمان وإجراء انتخابات مبكرة توجه شعبي تؤكده مجلة الإيكونوميست البريطانية في تقرير لها إذ تحذر من احتمال عدم تمكن عبد المهدي من استعادة السيطرة على البلاد عقب التظاهرات التي وصفتها المجلة بالتحدي الأخطر للحكومات في العراق منذ تأسيس العملية السياسية الحالية على أيدي الاحتلال الأمريكي الإيكونومي استأكدت أن التحدي الذي تواجهه حكومة عادل عبد المهدي يكمن في أن معظم المتظاهرين ينحدرون من بغداد ومحافظات جنوب العراق التي تشكل العمق الاستراتيجي للحكومات المتعاقبة على المنطقة الخضراء كما أن العنف المفرط الذي انتهجته القوات الحكومية والميليشيات الموالية لإيران في مواجهة المتظاهرين ضاعف أعداد المحتجين في الشوارع وفاقم الأزمة التي تواجهها الحكومة التي لا تملك عمليا أي إجراءات يمكنها إرضاء الشارع باستثناء رحيلها عن مقاعد السلطة